أكثر من ستة أشهر انقضت على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الاتفاق الذي مكن ميليشيا الانتقالي من السيطرة على عدن وعدد من المحافظات الجنوبية وأخرج الحكومة الشرعية من دائرة الفعل والتأثير بات اليوم أداة الرياض وأبو ظبي لتنفيذ أطماعهما في اليمن استدعت الرياض رئيس المجلس الانتقالي وبعض رفاقه قبل عدة أشهر وبدلا من الضغط عليهم لتنفيذ الاتفاق وفرت لهم منصة للتحرك والالتقاء بالسفراء الأجانب ورفعت سقف مطالبهم في مقابل المضي بقمع الحكومة وإخفاء الرئيس ونائبه وتغييبهما من المشهد وفي بقية الصورة تفاصيل أخرى تقول إن ما لم تتمكن أبو ظبي والرياض من أخذه فإنهما توكلان ميليشيا الانتقالي لجلبه إليهما ولعل تطورات الصراع في المهرة وسقطرة تشرح ذلك بشكل جيد دراسة نشرها مركز أبعاد الدراسات الاستراتيجية قالت إن السعودية حاليا تقف أمام احتمالات منها المضي قدما في اتفاق مع الحوثيين مع ما يعنيه ذلك من إعلان ضمني لهزيمتها أمام ميليشيا تدعمها إيران أو دعم تفكيك اليمن بإيجاد سلطات متعددة مقابل دولة الحوثيين شمالا ووقف دعم الحكومة الشرعية وهذا يعني أن السعودية ستتحمل مسؤولية تفكيك دولة وتتحمل تداعيات ثقيلة محليا ودوليا أو دعم الحكومة اليمنية وحلفائها المحليين الذين تثق بهم السعودية للحفاظ على اليمن كدولة واحدة مكتملة والتفكير لاحقا بأي أهداف مختلفة والتوجه لنزع سلاح الميليشيات الثقيل في الشمال والجنوب لحماية حدودها ودعم الدولة اليمنية وبحسب مركز أبعاد فإن السعودية قد تضطر إلى بناء شرعية موازية لشرعية الحالية وتكون مقبولة من الإمارات وإيران وحلفائهما بحيث تحافظ على وحدة اليمن ظاهريا فيما تكون السلطة الجديدة تحت تأثيرها وسيطرتها في وقت يتم استكمال سحب البساط على الشرعية الحالية بقيادة الرئيس هادي وبحسب مركز أبعاد فإن هذا السيناريو متوقع إلى حد ما في ظل تعقيدات الوضع اليمني ومستجدات الصراع الإقليمي والدولي الذي أتاح للاعبين جدد للدخول إلى الملعب اليمني تدار السياسة السعودية تجاه الملف اليمني بالكثير من الارتباك والتخبط منذ قررت البدء بعملية عاصفة الحزم التي فشلت في تحقيق أي إنجاز يخدم اليمنيين واستعادة الشرعية موسيقى موسيقى شكرا